بس بدئها بالشخصيات الخارقة يعني مثلا عندي مأول القصص خالص واحد من أشهر الشخصيات في لبنان اسمه دكتور داهش ده كان عنده قدرات خارقة جدا في لبنان ولما أنا عملت الحلقة أنا قدمتها في شكل حلقة مصورة وزعت حلقة دكتور داهش وكان اتفاجئت بأن فيه ناس كتير جدا يعرفوا دكتور داهش ففيه ناس صحابي من لبنان لما شفوني عملت حاجة عن دكتور داهش بعتوا لي وصائق أكتر ومعلومات أكتر فبقت جوه الكتاب ملحيتش أحطها في الحلقات طبعا لأنها كنت زعت الحلقة قريدي بس جوه الكتاب دكتور داهش ده كان عنده قدرات غريبة جدا أنه هو بيقدر أعتقد أنه كان عنده قدرة تحكم في عقل اللي قدامه أنه بيقدر يقنعه بأي حاجة بس قدرة التحكم دي كانت وصل المرحلة أنه مؤثر في المجتمع اللبناني لأنه كان دكتور داهش له كتب هناك في لبنان يعني له كتب وكان عنده قدرات خارقة بداية القدرات دي أو أول القصص معاه كانت أخته دخلت بيت البيت فقابلته واتكلمت معاه شوية وعادي خلاص وقال لها نازل دخلت قدرتها بتغير لقيته نايم على السرير ولبس البجامعة بتاعته عادي فاتخضت جدا لما شفيته جوه القط النوم وبعا كده هي عارفة أنه عنده قدرات غريبة بس مش للدرجات دي دخلت المطبخ لقيته ثالث مرة واقف بياكل فأنا في الأول وأنا بحكي قصة دكتور داهش من وصائقه من كلام أخوه نا موجود في لبنان بس هو لبنان الحمد لله فحتى جوه جوه الكتاب في ورقة بخط إيد الأستاذ يوسف وهبي الفنان العظيم يعني وهو بيشكر دكتور داهش على قدراته الخارقة اللي هو شفها بنفسه فأنا بجمع المصادر شاكتب الحلقة لقيتهم بعتوا لي قصص أكثر بقى رعب وغرابة عن دكتور داهش ولقيت أنه هو لي هناك زي مدرسة يعني الناس بتتعلم منه القدرات الخارقة هل بقى ده صح؟ قدرات الخارقة دي ممكن واحد يتعلمها؟ ولا هي تبقى هبة عند البني أدمين كده؟ نا هبة من عند ربنا لأنه مثلا ده مثلا قصة عربية دكتور داهش عنده قدرات خارقة فيه جوه نفس الكتاب بقى فيه قصة لشخص انجليز اسمه بيتر هوركس ده كان عنده قدرة غريبة جدا أنه بيقدر يمسك الأشياء يمسك كنبة يمسك سرير دولاب ويستحضر المشهد اللي حصل في المكان ده بتفاصيله بأشخاصه وبكله بكل حاجة بيستحضر ده أكيد كانوا بيستخدموه في الجريمة بقى عشان يقدروا يوصلوا للمجرمين طبعا سكوتلند يارد في لندن استخدموه أو كانوا بيستعينوا بيه كتير فكشف قضايا وتعامل عنه أفلام وثائقية كتير لأنه قدرته دي مكانش طبعيه كانش حد فاهمها يعني فده كان مستوى مثلا من القدرات الخارقة